مرحبا برج الحمل اهلا بكم اول شي برج الحمل الشخص القادم فيه طريقك طريقك رح يكون من الابراجة الرئيسية على الاغلب عقرب او ثور الاحتمال الابعف ان يكون دلو او اسد ولكن الطاقة موجودة استبعد ان يكون من الابراجة النارية ولكن ممكن خلا نشوف حروف اسمه عندنا حرف الميم وحرف العين الميم والعين هذي بتكون من حروف اسمه اول سؤال هنا تشوف برج الحمل وقت اللقاء احتمال كبير ان تكونون اثناء رحلة او اثناء سفر انتوا رايحين اشوفكم برج الحمل الى منطقة جديدة بداعي السفر بداعي الزيارة بداعي الشوپنج من اجل اي سبب من الاسباب انتوا رايحين تزورون ارض ما زرتوها من قبل او حي او محل شوپنج جديد سوق جديد مفتوح جديد فهني نتكلم عن ان انت رجلك ما راحت لهذا المكان من قبل هذا الشخص هو موجود هناك على الاغلب رح يكون هذا هو مكان عملة هذا هو مكان رسقة وانتوا تروح هني كزيارة نشوف التوقيت التوقيت على الاغلب هني نتكلم عن احس طاقة شهر اغسطس شهر ثمانية مش هرتكون هذي السنة ممكن السنة اللي بعدها او اي تاريخ فيه وقت فيه رقم ثمانية اوكي احسيني وقت اللقاء عندكم رح يتكرر مرتين اول مرة رح يكون اللقاء بينكم صدفة وثاني مرة اللقاء رح يكون بينكم متعمد ولكن ما بين اول لقاء وثاني لقاء فيه تأخير خارج عن ارادتك و ارادته بسبب حدث كبير انت مر فيه او هو يمر فيه حدث كبير قاعد اشوف لي الامانة حدث مثل وفاة احد عزيز سبحان الله او تخرج من بعد الجامعة عندنا ايضا انك رح تتوظف في مكان جديد بعندك تغيير كبير جديد هو او انت رح تمرون فيه رح يأخر ما بين اول لقاء وثاني لقاء في اول لقاء رح تكون انت مشاعرك ومشاعر الانجذاب بينكم واضح ولكن لسبب ما ما فيه ما رح تقدر انت تحصل ورح يكون فيه فرصة انت تحصلون على طريقة التواصل مع بعض ولذلك رح يكون فيه تحركات جادة من قبلك وقبله للالتقاء للمرة الثانية من بعد كذا ضرف خارج عن ارادتكم ومنها الاسباب اللي عطيتكم اياها على الاغلب يفصل ما بين اللقاء الاول اللي يكون صدفه واللقاء الثاني اللي يكون مرتب ومجهز من اجله عندنا يومين او اسبوعين او حتى شهرين وسنتين ممكن يكون من يومين الى سنتين بس شيء فيه اثنين اوكي اغلب شيء يكون شهرين او احتمال سنتين ممكن لكن على الاغلب اشوف ان ما فيه وقت كبير يفصل ما بين اللقاء الاول والثاني خلنا نشوف مكان اللقاء نتكلم هنا عن مكان مفتوح شوفوا موقت لكم سوق مكان مفتوح مكان عام انت مشغول في شيء ثاني برج الحمل البرج الحمل احب عقله دائما عقله يكون قاعد يفكر او حاول يكتشف او مشغول فانت فيه طبيعتك هنا المشغولة اللي بدك كأن تكتشف شيء او بدك تبحث عن احد مثلا من اهلك ضاع في السوق قاعد تنتظر شيء في السوق او في هذا المكان المفتوح وهني يصير فيه الالتقاء بينكم ليش انا اقول لك صدفة برج الحمل لانه كأنما هو رح يغلط يعطيك طلبية ليست لك او يعطيك بضاعة ليست لك ففيه هنا غلط يصير غلط يصير فيستدعي ان انت تلتقون لمرة ثانية ضروري يصير الالتقاء للمرة ثانية التقاء المرة الاولى ما قدرت يصير فيه ذواصل بينكم فيصير هنا عندنا في المرة الثانية لانه فيه غلط غلط غير مقصود للامانة ولكن هو اللي رح يسبب سبحان الله في ان تضطرون تردون تروحون هذا المكان او هذه المؤسسة او هذا المطعم عشان تعدلون الغلط اللي يصير لانه رح يفكرك ان انت شخص ثاني رح يغلط في شيء يبدل الطالبيات او يبدل او مثلا يفكر ان انت الموعد القادم اذا كان فيه عيادة اذا كان فيه صالون تجميل يفكر ان انت الشخص اللي المفروض يقوم بخدمتك ولكن فيه غلط اوكي احنا نقول محاسن الصدف اجمل قصص الحب تبتدي بالصدف والصدف العفوية انزل في هذا الكرد ايضا اتتني طاقة احتمال ان انت او هو يكون فيه شخص هنا قاعد يسأل عن ارشادات للطريق لانه المكان كبير المكان مفتوح هذا هو مكان عمل نعم ولكن فيه احد منكم هنا يسأل عن شيء على الاغلب الارشادات لمكان او يسأل عن ارشادات الطريق بالمخصص انزل خلنا نشوف مواصفات شكله هذا شخص متوسط الطول جسمه متناسق فيه عرض في جسمه فخلنا نسمينا مع الماء عريض المنكبين هذا شخص شعره ليس اسود نعم بشرة فاتحة تميل الى البياض ولكن شعره ليس اسود احتمال كبير انه يكون اصوله اشقر ولكن مش اشقر بالمعنى الاوروبي احنا عندنا دائما في الدول العربية حتى الاشقر لما ينولد يكون مثلا في البداية شعره ذهبي وبعدين كل ما كبر في السن يتحول الى البني الغامق او البني هذا هي شقارة الوطن العربي مو دائما ولكن الكثير فهنا نتكلم عن الشعر اللي لونه يتدرج ما بين الذهبي الى البني اوكي ولكن هذا شخص يحب اللحية يهتم جدا باللحية وبشعره دائما يكون في تسريحه في ستايل في شكل يهتم بعطره حتى يهتم بكماليات باقي الاشخاص ما يهتمون فيها يعتبرونها ليست ضرورية كلم هنا عن تسريحة الشعر او تحديد اللحية تحديد الشكل يهتم جدا مهندم يهتم جدا بشكل برج الحمل اوكي ايضا شخص يحب انه يلبس تي شيرت لمجموعة مفضلة عنده ممكن تكون هذه المجموعة فرقة غنائية فرقة موسيقية ولكن على الاغلب لان احنا نعيش في الوطن العربي فبتكون هذه هي تي شيرت اللي يلبس المميز عنده اللبس دائما في لبسه شيء خص مجموعة المفضلة ممكن يكون على الاغلب هذا النادي الرياضي النادي الرياضي اللي يحبه مثل مانشستر يونايتد او ما ادري اي نادي كرة ينضم اليه او هو يحبه يشجعه ما يلعب كرة انتو مو مثل برج الجديد هذا ما يلعب كرة هذا يحب يشجع الكرة مشجع جدا شي سمونا متعصب متعصب ودائما في لبسه ممكن يكون شيء ينوضع على اليد او التي شيرت دائما في لبسه شيء خاص النادي المفضل عنده او مجموعة ينضم هو اليها ممكن يكون حتى مجموعة دينية ممكن يلبس شيء فيه اذا كان مسلم يلبس شيء فيه لفظ الجلالة اذا كان مثلا مسيحي يلبس شيء فيه علامة الصليب فعندنا احنا شخص هني يفتخر بالمجموعة اللي هو ينضم اليها سواء كانت مجموعة دينية او هواية مثل النادي الرياضي اللي بعده خلا نشوف اطباعة اطباعة يا برج الحمل هذا شخص رح جدا ما بقولك يتحداك ولكن هذا شخص ليس سهل لانه هو جذاب شكلا فيمر عليه الكثير من الاشخاص اوكي فهذا شخص ليس متواضع لانه هو جميل بوسيم جدا ويهتم بشكله عندك يملك كاريزما لذلك هو جدا مرغوب او محبوب من قبل الجنس الاخر ولكن شاءت الاقدار انه يكون الاختيار عليك برج الحمل انزين هذا شخص جدا معسول اللسان على الاغلب يتكلم لغة ثانية غير لغة الام ويكون جدا يجيدها بطلاقة يعني مثلا يتكلم عربي ومع انجليزي بطلاقة او مع فرنسي بطلاقة او مع ما ادري فارسي بطلاقة اي لغة ثانية يتكلمها جدا بطلاقة ويستطيع انه عندك كاريزما يتعامل مع الابر كلاس الاشخاص الاغنياء في المجتمع الاثرياء في المجتمع ما بقولك هو ينتمي الى هذا الفئة ولكن يستطيع ان يتكلم بلسانهم ويتكلم باطباعهم نزين ولكن حقيقته هو شخص جدا يرغب انه يحب احد يرغب انه فعلا نحس انه في احد يحبه يفتقد الحب حاليا جدا مبدع في مجال عملاء ينتظر مستقبل زاهر وايد مو شوي هذا الشخص بعد شمسنا رح يكون لا اسمه في السوق رح يهيمن على مجال معين على الاغلب هذا شخص يعمل في مجال خصة ما ادري التجميل او صالونات التجميل او عيادة مهمة شيء خص فيه شيء خص الجمال خص الملابس خص الشكل ممكن يعمل انه يدير او يعمل حتى في صالون شعر شو تسمونا انتو اوكي صالون شعر للنساء او للرجال على حد سواء اوكي لكن هذا الشخص جدا لازم تحذره لان اللي احسني في طاقة انه اول ما تتعرف عليه رح تتعرف على شخصية الرقم واحد وهي الشخصية خفيفة الظل فكاهي معسول اللسان نوعا ما مغرور اوكي مغرور و يحب انه جدا يحس انه هو مرغوب فيه ولكن الشخصية الثانية اللي رح تتعرف عليها بعد العشرة هي شخصية نوعا ما غيورة نوعا ما تحب ما بقلك التملك تحب نفسها كريمة ولكن في نفس الوقت بيحب انه يتنافس عشان جدي اقول لك عنده بيكون النجاح في العمل وفي البزنس ساحق لانه حب انه يكون رقم واحد يعني لفترة يعمل تحت اشخاص ولكن بعدين ما يحب انه يعمل في وظيفة يعمل من بعد ما اخذ الخبرات في هذا المجال المهم المجال اللي فيه لمسه ابداع رسم تجميل شي خص الحرفة الصعبة فهني رح يعمل او يفتح لنفسه عمل خاص فيه عمل خاص فيه هذا الشي برج الحمل بيخلي هذا الشخص وايد يكون ضروري بالنسبة له انه هو يكون الشي يقول لك هو اللي يكون اللي يذهب خارج المنزل وينجز ويكسب لقمة العيش اللي هو المكافح يريد ان يكون هو المكافح نوعا ما يحب ان الكلمة تكون كلمته ولكن دائما فيه طرق ان انت استطيع ان تتعامل مع هاي النوعية من الاشخاص صح بالاسلوب الدبلوماسي اوكي ويحب انه دائما يرجع الى بيت يكون فيه شخص ينتظره بما معنى مع هذا الشخص هذا الطاقة ما يحب انه هو يذهب الى عمله وانت تكون ايضا شخصيتك مستقلة برج الحمل وانت تذهب الى عملك لا على الاقل لازم دائما عمله يكون اكبر من عملك ضروري اكثر من عملك انت تكون متوفر من اجله لانه رح يكون جدا مشغول يحتاجك انت تكون متوفر من اجله تدير المنزل اوكي هذه اطباعه وهذه اشوفها التوقعات العامة لحياتكم مع بعض هذا شخص رح اسميه ام تعرفون رح اعطيكم مثال في انواع بعض انواع الجلد الجلد الطبيعي اللي يصنعون منها الحقائب الغالية او الاحذية حتى الغالية ذات الجودة العالية في نوعية جلد ذات جودة عالية وحتى صناعتها صعبة اوكي طريقة انتاجها صعبة ولكن الشخص اللي يتعامل معاها لازم يكون جدا حذر او جدا ذكي لازم يكون حريص عليها لازم يكون يركز عليها هذه طريقة طاقة هذا الشخص وهو نوعا ما ثمين ويحس نفسه ثمين مو بس من اجل شكله لانه فعلا امام الكثير من الفرص شخص مرغوب لذلك ضروري عشان تحافظ على العلاقة بينكم بكرا الارتباط بينكم انه تسمحن انه هو يكون الالفة الالفة معناتها الرجل المسيطر الشخص المسيطر على الاقل خارج المنزل داخل المنزل ممكن يعطيك حرية اكثر ويوفر لك مادة عشان انت تصنع القرارات داخل المنزل ويوفر رغباتك ولكن خارج المنزل ضروري انه عمله يكون دائما اهم من عملك عرفت؟ يكون اهوى البرد ونر هذي اشوفها ديرماكية العلاقة بينكم خلني انتقل رقم 5 ايه نسيته هنا في شكل اتكلم عن الشامة في شيء في علامة على جسمها الاغلب هذي تكون اذا ما كانت تاتو بتكون شامة وشامة واضحة في رقبته او وجهه او يمكن اهني حتى في يده خلني اتكلم الحين عن ماذا سيقدم لك قبل الزواج اذا سيقدم لك شخص الزواج برج الحمل هذا الشخص راح يتكفل ويكون سي سيد يعني يتكفل بكل الامور المالية والمسؤوليات المالية اوكي احنا عكسنا الاوراق هذا هنا هذا يخص المنزل اللي راح تتشاركون فيه غدا بعد الارضباط وهني ماذا سيقدم لك سرع على الخطأ وهني ماذا سيقدم لك راح يتوفر لك ثلاثة اشياء قيمة قبل الزواج راح يشيل احنا في مجتمعاتنا في ثلاثة امور ضرورية مالية تتعلق بالاستقرار وبالزواج وبالمادة ضرورية ودائما فيها مشكل او فيها يصير عليها نقاش كثير قبل الزواج وهو هذا الشخص راح يوفرها لك ووفرها لك بسهولة ولانه قاعد اشوفه هنا يوفرها لك بسهولة فاحس راح يكون فيه وقت ما بين تعرفكم على بعض والعلاقة وما بين الارتباط لانه احتمال راح ياخذ وقت عشان يؤسس نفسه ولكن راح يوفر ثلاثة اشياء هنا نتكلم عن الاشياء المالية العاطفة الحب الحنان راح بالعكس ياخذها من عندك انت برج العامل راح يستند عليك انت عشان يتوفرها او تستخرجها في العلاقة او تستخرجها من شخصيته وهو هنا راح يكون سالسيد في انه يوفر لك المسكن ثلاثة اشياء صعبة توفيرها في بداية الزواج ولكن ضروري تتوفر نتكلم عن السكن نتكلم عن اثاث عفش البيت نتكلم عن عربية خاصة سيارة خاصة فيك عشان انت ايضا برج الحمل يمكن راح تحتاجها في المستقبل من اجل الجامعة من اجل وظيفة من اجل تروح تشتري ملتزمات البيت فعدنا هنا ثلاثة اشياء ضرورية ممكن يكون ايضا المهر هذا شخص قادر على انه يشيل حمل ثقيل للزواج ولوحده وفي بداية الزواج راح يوفر لك اشياء اغلب الازواج اللي اذا كانوا جدا اغنياء بس اغلب الاشخاص صعب يوفرونها في الزواج وفي بدايته هذا اشياء جدا ممتازة تحتاجها لاستقرارك يعني انت من الاشخاص اللي اذا تزوجته مبكرا على سن صغير او مبكرا في الزواج راح تتوفر عندك اشياء باقي الاشخاص قاعدين يقلقون بخصوصها وقاعدين يحاولون يحققونها في حياتهم اشياء ضرورية قلت لك منها السكن والسكن المستقل منها السيارة سيارة ثاني اهمية بعد السكن اوكي منها احتمال المهر بعض الشعوب تطلب مهر او شبكة او شيء من الرجل فهذا وزن او ثقل راح يستطيع انه يشيله برافو عليه وشيله بروحه في بداية الزواج انزل نتكلم الحين برج الحمل عن اسرته مادر ليش هنا في عندكم شي عكس دائما الاوراق اليوم عند قراءة برج الحمل قاعدة تروح في المكان المختلف برج الحمل اسرته عندهم انفصال داخل الاسرة اذا مو انفصال اغتراب لان اشوف ان احتمال امه امه وابوه يعيشون منفصلين او واحد منهم يعيش في دولة ثانية من اجل العمل من اجل لقمة العيش ففيه انفصال اوكي هذا الشخص يأتي من عائلة كبيرة مو اسرة عائلة يعني العم ابناء العم عائلة جدا كبيرة ولكن ليس على تواصل دائم معاهم يعني لو سمعت اسم عائلته رح يتردد في ابنك ولكن رح تستغرب ليش هو ليس قريب من الاشخاص اللي انت تسمع عنهم سمعت عائلته منتشرة ولكن هو ليس قريب منهم نوعا ما اسرة متفككة او غير مترابطة او قليلين الاهتمام ببعض كل واحد بس داير باله على نفسه فضروري تفهم البيئة اللي هو يأتي منها تفهم ان هذا شخص مادر احز انه مفتقد للعاطفة فقد الشيء لا يعطيه يستطيع يعطيك المادة ولكن بالعكس في العاطفة انت اللي تقدر تعلمه تدربه تستفز في هذه المشاعر لانه وايد اشياء مفقودة داخل بيتهم اشياء مثل الاستقرار مثل الحب مثل الحنان مثل البيئة التقليدية اللي فيها ام واب واسرة مترابطين على الاغلب هذا الشخص عنده عدد افراد اسرتهم وعدد الاخوة عنده فردي يعني فقط اخ واخت اوكي ما عنده الكثير من الاخوة والاخوات خلنا نشوف السكن والحياة بينكم بكرة وهذا هو الكرت اللي مساعة شفناه او اختلفنا فيه شلون بتكون حياة بينكم خصوصا في اول الارتباط برج الحمل هذا شخص رح يستطيع انه بسرعة وخصوصا في بداية الارتباط ان يوفرلك مثل ما قلت لك في بداية القراءة مسكن مستقل فيك اما رح يبني منزل من الصفر لان عندنا هني طاقة النا ارض جديدة مكان جديد يبني من الصفر او رح ياخذ عقار قديم مكان قديم ويجدده كامل يجدد كل شيء فيه كل تفاصيله وحتى الاثاث وحتى المطبخ وحتى الارضية رح يوفر لك ايضا برج الحمل كل سبل الراحة ومكان لان هني المكان غير جاهز هو رح يجهز لك رح ايضا يتعب من اجل ان يكون يوفق ما بين خارج المنزل وداخل المنزل لان احس بعد ارتباطكم رح يكون جدا مشغول في عمله في ابداعه اللي قلت لك عنه هني رح يكون شخص كثير الطلب عليه خصوصا في العمل عمله متطلب وهذه هي طبيعة الاشخاص اللي يملكون مشاريعهم الخاصة هذا الشخص رح يكون بطبيعته اب ممتاز اب جدا حنون وجدا مهم بالنسبة لراحة ابناءه مهم بالنسبة لان يوفر الافضل مو قلت لك تنافسي شوف الطاقة اللي عنده يوفر الافضل لابناءه من تعليم من مسكن من حتى ان يكون على علاقة جيدة بامهم انزين ام ولكن في بداية حياتكم مع بعض يمكن رح يكون في برج الحمل عدم قدرة على ان تتواصل معه قلت لك انه يأتي من اسرة ما فيها تكلم تحدث عن المشاعر او تواصل مع المشاعر او حنان فانت رح تكون هو الشخص اللي رح يكون ضخ في العلاقة في الزواج الاموال ويكون موجود بعد بس انت اللي الضخ طاقة الحب الحنان طاقة التفاهم ايضا تأتي منك انت برج الحمل هذا الشخص اذا صبرت في بداية علاقتكم على ما بقلك ظروفه صعبة اطباعه الصعبة او فترة الزواج الاولية دائما يكون فيها عدم تفاهم اذا صبرت في هاي الفترة رح يكون مردودك في العلاقة جدا ممتاز رح جدا تكون محط تقدير رح تكون بابن الله مرتاح في حياتك بعدين لما تكبر ترتاح جدا مع هذا الشخص لان خلاص تكونون وصلتوا مرحلة التفاهم صح التفاهم في البداية صعب بس من تتفاهمون تعرف مفاتيحه ويعرف هو مفاتيحك يعرف انت ماذا تتوقع منه عنده صعب في البداية ان يفهم هذا الشيء كأنما انت برج الحمل ايضا صعب ان توصل انت شلون كنت تتوقع ان يتصرف مثلا تتوقع ان يسأل عنك ويتصل فيك في مناسبة معينة او يرسلك هدية فهاي التوقعات صعب ان يفهمها ضروري ان يكون فيه تواصل هنا هاي الكارت يقول لي ضروري ان يكون فيه كلام مباشر منك برج الحمل عشان توجهه في الحب في العلاقة لا يفهم كثيرا من زي؟ فهذه هي طبيعة شخص يهم جدا ان ابناء بكرة يلبسون افضل ملابس يركبون افضل سيارات يكون لهم حتى افضل مستقبل مستعد يسوي اي شيء من اجل ان يحقق لابناء الشيء اللي هو ما كان يمتلك لما كان صغير السن اوكي خلنا نشوف حين برج الحمل ماذا سيحب فيك سيحب فيك صراحتك وتحديك انت من الاشخاص اللي اغلب الاشخاص لانه مرغوب وصاحب كاريزما والجذاب يرضخون اليه انت عندك طاقة تحدي انت عندك طاقة انا انسان مستقل انا برج الحمل ومستقل ومهما انت كنت ناجح انا لست بحاجة الى نجاحك هذا الشيء بالعكس رح يخلي يختارك انت من بينك الناس هذي رح يخلي انت في نظره شخص رقم واحد اوكي حب انه يسمع دائما رأيك وحب انه امام الناس او امام الابناء او امام اي احد حتى لو يعرف انه انت تخالفه في الرأي او لا تتفق معه ولكن رح يحب فيك ان انت بالعكس دائما امام الناس لا تكسره تاخذ تاخذ رأيه او او امام الناس دائما تقف الى جانبه وتتفق معه كلامه ورأيه حتى لو كان هو غلطان حتى لو انت كنت غير صادق في هذا الشيء لا تتفق معه رح يقدر لك هذا الشيء هذا شخص ليس غبي ولكن شوي رأيه متعصب في بعض الاراء عنده وهو رح يقدر انه انت امام الناس تكون متفق معه ولكن مثلا من تصيرون بروحكم تقول له والله يا شريكك المفروض ما تتصرف بهاي الطريقة او كان فيه طريقة افضل تتعامل فيها مع الموضوع هذا رح يخليك جدا تكبر في عينه اوكي هذا رح يكون الشيء اللي دائما يجدد عندكم طاقة الحب والزواج ويخليه متمسك فيك اكثر ويحسب لك حساب اكثر اوكي ام رح اسحب الحين كرت عشان نشوف هذا الشخص يأتي من اي منطقة هل هو من منطقتك او من دولة اخرى مثلا هذا الكرت طلع فيه رقم الثماني احس برج الحامل ان هذا الشخص يأتي من منطقة من مدينة مجاورة لكم او دولة حتى مجاورة لكم قريبة لكم ولكن ليس من نفس منطقتك اذا ترجع لبداية القراءة رح تشوف احتمال ليش الاسباب فهني في حدود بينكم وبينهم فيه هذه منطقتنا وهذه منطقتكم هذه المدينة الفلانية وهذه المدينة اخرى ولكن يجمعكم نفس نفس الدين على الاغلب نفس العرق نفس الدين نفس العرق ممكن يكون في بعض الاختلاف برج الحامل قاعدة اشوفها ممكن انتو تأتون من بيئة يعني احتمال كبير انه مثلا كان هو يأتي من يكون من دولة مثلا مثل القربية من بعض صح لبنان سوريا الاردن ومثلا سوريا الاردن ومصر العراق وسوريا الدول او المدن اللي قريبة من بعض ما فيها اختلاف كبير بس في اختلاف انتو تأتون من بيئة محافظة اكثر بالنسبة لهم بيئتهم ليست محافظة كثيرا ليست حتى ما عندهم الكثير من العداد من التقاليد من امور العيب الحرام فاذا كنت انت تحب هاي الامور انت اللي لازم الضخة ورح يستطيع ضخ في العلاقة برج الحامل ولكن فقط ضخ الاشياء اللي يملكها نجاح تمسك فيك متمسك فيك احسا وهني الاستقرار المادي النجاح اوكي الاموال المنزل الامور المهمة عندك وانت اللي تضف هاي العلاقة مثل ما قلتلك الحب الحنان الدفء الرومانسية كل هذا الحمل هو حملك انت اوكي اوكي اوكي